السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون نتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله هذا الفيديو عاجل رسميا تم الإعلان عن طلاق عملية إحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية أو التجنيد إجباري 2022 وبنسبة لهذا الموقع فيه جميع المعلومات الخاصة بالخدمة العسكرية نرجع نشرح البوابة الرسمية للتجنيد الإجباري هنا بالنسبة لبلاغ لوزير الداخلية حول إجراء عملية إحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم 2022 هنا نقر على المزيد ونقوم بتحميل البلاغ البلاغ لوزير الداخلية حول إجراء عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية برسم 2022 لتنفيذة للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيداه القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بشأن انتخاذ تدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين يبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022 إذا بالنسبة للشباب لكي يبلغ 16 ماي 2022 السنة ما بين 19 و25 معي هم المعنيين بهذه الخدمة والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخامس جوجد جمبير 2022 يعني اليوم فقط مقرار لوزير الداخلية يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم 19 جمبير 2021 إذا بالنسبة للعملية الإحصاء لتجنيد الإجباري غير يبدأ من يوم 19 جمبير 2021 إلى غاية 10 فبراير 2022 إذا بالنسبة للعملية الإحصاء ما زال ما بدش يعني كان الاجتماع فقط اليوم وغير يبدأ إن شاء الله من 13 جمبير وغير ينتهي 10 فبراير 2022 وتابعاً لذلك قامت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقد خلال اجتماعها المنعقد يومه الخاميس جمبير 2021 وفق أحكام القانون رقم 44 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه بحسر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارات الإحصاء الأخذ بعين اعتبار لمبدأ المساوات بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهة إذن هناك أشخاص سيقومون باستدعائهم يعني من طرف المقدم لملء استمارات الإحصاء وبهذه المناسبة يهيب وزير الداخلية بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم إذا هناك شباب سيقوم رجل السلطة الإدارية المحلية يعني نقطة بإشعار الإحصاء الخاص بهم سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم إلى ملء استمارات الإحصاء هل ستوصلوا بإشعار وسيقومون بملء استمارات الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني دخلي لكم هذا الموقع في الديسكريبسيون ديال الفيديو بداء من تاريخ انطلاق عمليات الإحصاء أي بداء من 13 دنجمبير الجاري ما يخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السين المذكور أنه يمكنهم بداء من تاريخ انطلاق عمليات الإحصاء التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لمن استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية إذن إن شاء الله من يبدأ تجيل 13 دنجمبير الجاري يمكن للشباب المستوفين لشرط السين المذكور يعني ما بين 19 و25 التأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لمن استمارات الإحصاء ومن جهة أخرى إنه يمكن للشباب ذكورا وإنة الذين لم يتم استدعاؤهم لمن استمارات الإحصاء والراغبين في أداء الخدمة العسكرية أن يقوموا تلقائيا ابتداء من يوم 13 دنجمبير الجاري بما استمارات الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور إذن بالنسبة للشباب لما قد يوجدوا الاسم ديالهم في لائحة ديال الشباب المدعوين للخدمة العسكرية وعندهم الرغبة في التحاق بالخدمة العسكرية اللي يمكنهم إن شاء الله انتلاق المنطلج دنجمبير الجاري من استمارات الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة شباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجرين بسجلات القونسولية الرغبين في أداء الخدمة العسكرية ونفس الشيء بالنسبة لشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يمكنهم التسجيل لأداء الخدمة العسكرية وفي الأخير يخبر وزير الداخلي أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكنهم أو لدى مصلحة الإرشاد لمحدثة بمقر العملات والأقليم وعملات المقطعات عبر الموقع الإلكتروني تجنيد.م بالنسبة لهذا الموقع فيه جميع المعلومات هذه استمارة الإحصاء بالنسبة للإحصاء ما زال مبدأش إن شاء الله سيبدأتها إلى 13 دجمبير 2021 المعلومات أيضا سيكون تتبع ملف التجنيد وطلب الإعفاء بالنسبة للشباب الغير الراغبين في أداء الخدمة العسكرية يمكنهم طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية هنا هي الإسم البطاقة الوطنية والمسجل في الإحصاء للخدمة العسكرية تحت رقم يعني بالنسبة لي اللي غادي يشجدوا إن شاء الله في الخدمة العسكرية أو اللي غادي يوجد الإسم دياله من بين الشباب اللي غادي يقوم رجل السلطات المحلية باستدعائهم هيكون عندهم هنا واحد الرقم وغادي يكتبوا هذا الرقم تقدمت لدى هذه السلطة بطلب الاستفادة من الإعفاء المؤقتات أو الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية للسبب التالي أنا أذكر شنو السبب ديال الإعفاء وقد ألفقت طلبي بالوثائق التالية هنا قد يتحدشون ما الوثائق اللي يقدل على النك مثلا غير قادر أو شنوما الأسباب لعدم أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للانجلي الثاني اللي فيه معلومات هامة كين دليل مدعو للخدمة العسكرية إن شاء الله بالنسبة للدليل فيه يكون جميع المعلومات كين امتيازات لفائدات المجند كين هو الامتيازات والتقوع لأداء الخدمة العسكرية هناك المذكرة هنا بالنسبة للبرنامج التكويني التكوين سيكون 12 شهر ويتلقى المجند خلالها 4 أشهر الأولى تكويناً أساسياً عاماً وتكويناً عسكرياً وخلال الثمانية الأشهر الموالية يتلقى تكويناً في المجالات والتخصصات المتوفرة لدى مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية لتطوير كفاءاته المهنية يستفد المجند خلالها مدة ديال الخدمة العسكرية من إجازات دورية واستثنائية تحدد بموجب القوانين جارية بها العمال في مراكز التكوين ووحدات سعين تبقى للمقتضيات جارية بها العمال في أنظمات القوات المسلحة الملكية يعني إحتاء اللي قد يكونوا في أداء الخدمة العسكرية لهم حق أيضاً في إجازات دورية واستثنائية وهناك أسئلة وأجوبة يعني مجموعة من الأسئلة من هي الفئة المعنية بالخدمة العسكرية يعني هم الأشخاص البالغون ما بين 19 و 25 سنة مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلغهم 40 سنة إذا زال سبب إعفائهم وما هي الأسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية ليمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية لأحد الأسباب التالية إما العاجز البدني أو الصحي إعالة الأسرة متابعة الدراسة وجود أخت أو أخ مجند في الخدمة باعتباره مجندان وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاوهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية رضوية الحكومة أو البرلمان بالنسبة للفئات لمستثنات قانونيا من أداء الخدمة العسكرية يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكم عليهم بعقوبة جنائية وعقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر وذلك ما لم يرد إليهم اعتبارهم يشمل التجديد جميع الطبقات على جميع المغاربة المتوفرة فيهم الشروط القانونية معنيون بدون استثناء وهناك مجموعة من الأسئلة الأخرى هنا بالنسبة للتوتيق كاستمارات نسوس قانونية وبنسبة للفضاء التواصل هناك شهادات بالنسبة للأشخاص اللي سبق لهم دو الخدمة العسكرية أو التجنيد الجبالي بالنسبة للتجنيد الجبالي ما زال مبدأش فقط اليوم كان اجتماع لجنة المركزية لإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية انطلاق تجيه إن شاء الله غيبدأ يوم 13 دجنبير 2021 وأن ننتهى أعماليات الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية غيكون عشرة في براير 2022 بالنسبة لإستمارات ديال ما الاستمارات ديال الإحصاء يمكنكم الاستمارة إن شاء الله بداء من 13 دجنبير 2021 هذا كل شيء بالنسبة لهالفيديو كنتم من الصحة والسلامة للجميع واتنساوش إذا أعجابكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو وإذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جلال سليس لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته